ها سلامة مرحبا بكم فيكو جين تحانونا ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي اليوم ان شاء الله بيش نعملوا بقلاوة تركية اما في شكل اخر نصوركم شفتوه قبل يجي على هيك شكل سرع ورا هي سهلة سهلة على الاخر اول حاجة مش استحقوا لها الباتشيلو تنجموا تشريوها هنا عملتها في الدار وكيف العادة سبق اني شاركت معكم الوصفة هي نفسها استعملتها جزت في بلاست تحلو الورقة على شكل دائرة انا تحاولوا تعملوها لكثريا كيف المستطيل وبتبعها ديما تستعملوا الباتشيلو لازم نحطوها في المنزيلة وناخذوا الباتش وماش نحاولوا نعملوها نثنيوها هيكا نحطوا دي بلي سهلة رايما فيها حتى شيء يعني هنا مش نستعمل اللوز متوما تنجموا تستعملوا فوصدق كنت تحبوا هي الاكثرية رهجية بالفوصدق تبقى حتى باللوز فاوحا هذيكا لوز جزت من حروش وحمرته شوية في الفور ومبعد هما يزيدوا كريمة تبدأ عقدة شوية شوفت هيكا فيديوهات متاع اتراك وبش نعطيكم الوصفة اللي قيتها سبيسيال يعملوها بالسميد هنشوفوا من بعضنا وصفة الكريمة بش ناخدوا جوز كسان حليب هنه كاس تقريبا يعملو متين ميلي ليتر وبش يزيدوا عليه اشتر كاس تاي سميد هنه استعملت سميد ارتب ونخلطوا المكونات الكل عالبارد هنه بزلت مش عالتش للغاز بش نزيدوا مغير فا السكر مكونا وبعد ما نخلطوهم يحن طيبوه لين يعقاد الخليط كيف الكريمة اما الكريمة سبيسيال عملوها بالسميد قلت عليش ليه نجربها بالاكشفية حكمة بتاتر كيف نعملوها دي معاجية ما تجدش روحها وهنه بعد ما مطابط زدنا مغرفة زبدة ومباش نزيد ساشي سكر فاني وطبيعة مغير فتين زهر ما تنساوش ولا عطرشيها ونتوبها وننكها بش تفوحوا الكريمة هذي وهنا كي ما قلت لكم بعد ما حطينا مغرفة الكريمة نكمل الرش شوية شوية لوز ونسكروا العجينة بالطريقة هذيكا نلفوها وبعد بش نكبسوها على جناب نبدأ وننزلوا هيك على الترافية تلصق معناها بكل سهولة صرتو كينا عجينة مخدومة في الدار اما كي ما قلت لكم را وشفت في فيديوهات اخرين حتى بالباتشفلو الحاضرة ينجموا يعملوها ونجموا زادا يحطوا القشطة القشطة زادا يختموها بالجبن هما كي ما في الكنافة والفزدق تطر فيها حاجة عالمية آآ وبعد نقصوا كل كعبات هذوكم بالسكينة ونقلبوهم من فوق لبنهم نتحصلوا عكل شكل هذيك كيف الكوكياج يبدأ والا هي منظرها مزيد آآ وزيدة اما هي بريسك تكيف كيف راوا نفس نفس المكونات انت البقلاوة التركية العادية دجا عملت لكم اني فيديوه عن بقلاوة التركية المبرومة كانت حبو تاخدوا فكرة وهذي انا حاجة جديدة حبيت نجربها نرصفوا الكعبات اللي حصناهم في بلاتو آآ ماذا بينا يبدأوا هيكا لسقين في بعضهم باش ما يتحلوش ويبدأوا شادينا الفورما ونقاملوا بنفس الطريقة انا جزت حبيت نوريكم كان فما هيكا برسيل زيدة من من البت في لوت نجموا اتنحيوها ونكملوا بنفس الطريقة هنا ما ضعبين كمية اللوزن بعضوها على بعضها نحطو الكريمة بتبيعة بعد ما بردت تكون باردة الكريمة ونلفوا اللي على كعبة البقليوة كما قاعدين تشوفو نوك يظهر لي واسحة على الآخر الطريقة شو ما حليها الكعبة كيفاش تتشكل قدمة تحطو بزايد فيك يا قدمة غير ايني بالنسبة لي انا استعملت 300 جرام لوز مهروش وطوا مش ندهنوها بالزبدة ماذا بينا تكون سبدة حيوانية كينا شمتوا عليش لبير نوازات بير نوازات دي ما تعطي في حق اخرى للحلوية من نوع هذية هي لا هي الزبدة الحيوانية نغليوها لين يتنحل الحليب اللي فيها وندهنوهم امجح بالسبدة ونحطوهم في الفور هنا يلين يحمروا وبالنسبة للشعور ماذا بينا يكون شعور خفيف نفس صورة كي ما قلت لكم عملتوا في البقلاوة المبرومة وماذا بينا نفوحوها كان تحبوا بشوية قرفة بشوية زهر ولا عطرشية زادة حتى العطرشية تعطيقوه يسر فوح في البقلاوة نشحروها وهي سخونة ماذا بينا العصال يكون ديفي نزينوها بشوية فزق وماذا بينا نخليوها تشرب بالشعور وصلنا لنهاية الفيديو شكرا على المتابعة ان شاء الله يا ربي عجبتكم الفكرة وتوا مطبق عليك نقول لكم دم دم بخير وإلى اللقاء في وصفاتنا أخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة